معنا عبر الأقمار الصناعية لأستاذ عباس البياتي عضو مجلس النواب عن اتلاف دولة القانون أستاذ عباس أهلا بك إلى نشرة الفلوجة كيف يمكن أن ينهى هذا الجدل المتعلق بإشكالية النظام الداخلي الذي ينص على أن إعادة المناقشة ليس بالضرورة معنى إعادة التصويت بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكما ولمشاهدي قناة الفلوجة فيما يتعلق بما حصل هذا اليوم من نقاش أعتقد النظام الداخلي واضح وصريح في هذا الصدد إعادة التصويت أو إعادة النقاش على أي مادة لا بد أن يكون هناك مستجد ومبرر والأخوان لم يقدموا الذين طالبوا بإعادة التصويت لم يقدموا مبررا سوى أنه مجموعة ستين واحد جمعوا توقيع أن طالب بإعادة التصويت طيب علي أساس هل كان هناك شك في التصويت هل كان هناك نقص في المادة هل كانت هناك فهم لكلمة وردت في المادة كلا علما بأن السيد رئيس المجلس في أثناء التصويت يوم الثلاثة صوت على المادة ثلاث مرات مرة عندما أراد أن يحسم الخيارات ومرتين على أصل المادة وفي كل المادة التصويتين حصل العملية على 117 صوت أتصور الذين غيروا في مواقفهم نتيجة ضغوطات من الخارج ونتيجة مصلحة سياسية للبعض الذين ربما يرون أنهم سوف لن يحققوا شيء ما لم يعدل هذا الواحد بوينت 9 قبل ما أناقش أسل عباس فكرة بأن هناك ربما ضغط من الخارج بحاجة إلى مناقشة ولكن لوحظ من جلسة اليوم أن رئاسة مجلس النواب كانت متفاعلة مع خيار إعادة المناقشة وإعادة التصويت فهل تعتبر رئاسة مجلس النواب قد خرقت النظام الداخلي بهذا الإجراء؟ والله رئاسة مجلس النواب يريد أن يعطي حرية وفسحة مجال للجميع لكي يعبروا عن أرائهم حتى لا تتكتل الكتل ضد الرئاسة كما فعلت سابقا وحاولت أن تهز من هيئة الرئاسة وتعرض هيئة الرئاسة إلى ربما إلى معزل أو إلى ما شابه ذلك وعليه فإن الرئاسة حريصة على أن تعطي للجميع لكي يعبروا عن رأيهم واليوم عندما فتح النقاش وإن كان ذلك على حساب النظام الداخلي وإن كان ذلك على حساب النظام الداخلي رئيس مجلس النواب من حق أن يستمع للجميع وكذلك من حق أن يعطي فرصة للرأي الآخر حتى الآخر لا يتهمه بقمع الآراء أو الانحياز وهو يريد أن يقف في الوسط وبالتالي الذين طالبوا بإعادة التصويت أعطاهم فرصة لكي يبرروا لماذا يريدون والذين رفضوا إعادة التصويت كذلك أعطاهم فرصة ثم حسم الأمر بالتصويت ثم انكسر النصاب وذلك عندما وجد الطرف الذي صوت يوم الثلاثاء بأن هذا عودة ونكوس وخلاف النظام فتم كسر النصاب رفعت الجلسة نصف ساعة سيد الكريم أصور أن البعض يلوح بأن هذا ضد الإصلاح ضد التغيير ضد الكتل الصغيرة استئثار بالسلطة هيمنة طيب هم هذول اللي صغار الآن هم مشتركين بالسلطة هم كذلك موجودين بداخل البرلمان فبالتالي إذا أكتهم هم تجعلهم ومس تجعل الكبار فهي قضية صراع سياسي على مصالح سياسية لا أكل ولا أقل طيب أكيد وهذا تنافس متاه بالمجلس المحافظة القادم وإذا كان ضمن سياق التنافس السياسي الذي يستند إلى التنافس الشريف ما بين القوى السياسية فهذا متاح وطبيعي جدا بل وحالة صحية ولكن أن يتهم الآخرين بأنهم لديهم علاقات مع الخارج وبالتالي الخارج ضغط عليهم لتغيير أقوالهم أو آرائهم فهذه تحتاج إلى نقاش من هي الجهة التي تتهم برأيك بالارتباط من الخارج وبالتالي تغير من توجهاتها في جلسة أخرى السيد الكريم الخارج يعني خارج مجلس النواب ليس الدول وبالتالي يعني التظاهرات الفيسبوك الانترنت لأنني لم أقصد من الخارج الدول الإقليمية والدول الكبرى والجارة ولكن تقول يا با هناك تدخل دول تدخل الخارج خارج إطار المجلس أي القوى الغير ممثلة داخل المجلس مثلا هناك قوى غير ممثلة داخل المجلس أصبح تتيج تتيج الناس وتضغط من خلال مواقع وانترنت وفيسبوك تعالوا لحقوا ترى الديمقراطية في مهب الريح طيب الآن في تركيا تركيا دولة ديمقراطية ولا شك في ذلك دولة الآن في تركيا تشترط 7% عتبة واللي ما يحصل 7% أصوات ما يعبر إلى مجلس النواب وتدري 7% يا سيدي 45 مقعد 45 مقعد في البرلمان فبالتالي نحن شاهدنا من خلال التجربة سيد الكريم أن مجالس المحافظات السابقة كتل من مقعد ومن مقعدين باتوا يبتزون المحافظة والكتل الكبيرة وما استقرت مجلس محافظة ولا حكومة محلية فقط باختصار هذه الجزئية إذن أنت تستبق ما سيحصل يوم غد من دعوة للتظاهرات على اعتبار بأن هذه التظاهرات سوف تستخدم أوراق ضغط لأجل تغيير واقع سياسي معين أو تشريع تم الاتفاق عليه داخل مجلس النواب والتصويت عليه أنت الآن يعني تحاول أن يعني تصيب من سيتجمع غدا أستاذ عباس لا التظاهر حق التظاهر السلمي حق دستوري قانوني وبالتالي من حق الناس أن يتظاهروا وأن يرفعوا مطالب طالما قضية سلبية وطالما ضغط مخملي وناعم ليس في احتداء على الأملاك العامة والخاصة ومن يستطيع أن يمنع التظاهرات السلمية ومن حق من يعترض على كل شيء يطلب خدمات يعترض على قانون ولكن بالنتيجة هناك كتل ستصوت والنواب سيصوتون وبالتالي إذا كانت من مصلحة البلد واحد تسعة بالعشرة كون الذين يؤمنون بهذا كون يدافعون شكرا جزيلا والذي يرى من مصلحة البلد والمحافظات قل من هذا كذلك كون يبررون القضية ليست قضية بأنه يتظاهر أو لا يتظاهر التظاهرات مستمرة وجيدة ونحن مضدها ومعها وضروري أن تسدد المسيرة ولكن تجارب الماضية لمجالس المحافظات تجارب تحكمت بها كتل صغيرة وشلت هذه المجالس شكرا جزيلا لك أستاذ عباس على هذه المداخلة كنت معنا عبر الأقمار الصناعية بغداد الأستاذ عباس البياتي عضو اتلاف دولة القاتل ترجمة نانسي قنقر